نبدأ النقاش وللمزيد ينضم إلينا من القاهرة مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية جميل عفيفي أستاذ جميل أهلا بك بداية معنا في ملف اليوم نتحدث عن انشقاقات وتصدعات داخل هذه الجماعة جماعة الإخوان ونتحدث عن حصار في الداخل وكذلك تمرد في الخارج أبدأ سؤالي بمتى بدأت هذه الانشقاقات داخل هذا التنظيم حتى اليوم أصبح هناك ثلاثة تيارات وهذا ما هو معلن لندن واستنبول وكذلك جبهة التغيير الأخيرة هو في البداية طبعا يجب أن نعلم أن الجماعة الإخوان الإرهابية بدأ انهيارها تماما بعد ثورة 30 يونيو العظيمة لإدر الشعب المصري أنه يزيح هذا التنظيم من الحكم البلاد وأيضا بدأ هذا التنظيم أنه يتعرأ أمام العالم كله وأمام الشعب المصري بشكل كبير جدا من خلال العمليات والتنظيمات الإرهابية اللي ظهرت في الدولة المصرية وأيضا العمليات الإرهابية وتحالفها مع تنظيمات خارجية مثل تنظيم داعش والتنظيمات المختلفة من أجل محاولة إصارة الفوضى وإصارة البلبلة داخل الدولة المصرية ودي تصريحات كانت كتيرة لقادة وزعماء تنظيم الإخوان الإرهابي طبعا عندما استطاع البعض منهم أنهم يقربوا إلى الخارج وأيضا كان فيه عدد كبير منهم في الخارج بدأت الانشقاقات وبدأت الصراعات من 2013 وطبعا بعد إلقاء القبض على محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان الإرهابي بدأ من بعده محمود عزت أنه هو القائم بأعمال المرشد عندما تم القبض على محمود عزت في عام 2021 العام الماضي بدأت هناك الانشقاقات الكبيرة داخل هذا التنظيم بدأ إبراهيم منير اللي هو جبهة لندن في جبهة لندن وجبهة اسطنبول وجبهة التغيير جبهة لندن بقيادة إبراهيم منير تم تعيين إبراهيم منير من قبل بعض الأعضاء التنظيم المتواجدين في لندن أنه هو يبقى المرشد أو القائم بأعمال المرشد العام وفي نفس الوقت محمود حسين الذي هو قائد التنظيم أو قائد المجموعة الموجودة في تركيا قام بعزل إبراهيم منير من منصبي وقال أننا لا نرغب أن يكون إبراهيم منير هو المرشد العام أو القائم بأعمال المرشد العام بدأت من هنا الانشقاقات بدأت الاتهامات توجه بين طيار لندن وطيار اسطنبول اتهامات بالخيانات اتهامات بالتلاعب بالأموال اتهامات بالمحاولة الانقلاب على بعضهم البعض في هذا الوقت طبعا أو منذ فترة ظهر الكماليون اللي هو مجموعة التغيير اللي هم كانوا يبعوا لمحمد كمال اللي هي الهدف منهم انه هم دول شباب التنظيم او ما يطلق عليهم شباب تنظيم الاخوان اللي هم بيدعوا الى استخدام العمف مرة اخرى ودول اللي شفنا منهم اللي هو تنظيم حسم وخلافه الهدف منهم انه هم لا يرغبون في انه يبقى موجود لمجموعة لندن ولا مجموعة اسطنبول ولكن انه هم اللي يبقى التحكم في يديهم بما انهم انه هم الشباب وقدرين على طيب سيد جميل ما مدلول هذه الانشقاقات ما مدلول هذه الانشقاقات يعني جماعة تقوم على قواعد السمع والطاعة الولاء السرية العرمية وما الى ذلك عندما يصل بها الحال الى هذا الامر وهذه الانشقاقات والتصدعات داخلها اذا فما مدلول هذا؟ هو مدلول هذا هو بدء انهيار تنظيم الاخوان الارهابي وانهيار المبادئ اللي هو كان ايما عليها زي ما قلت لحضرتك ما حدث في 30 يونيو هو ادى الى سقوط هذا التنظيم بالكامل يعني هذا التنظيم غير موجود في الدولة المصرية بالكامل الموجودين في الخارج الهدف منهم انه هم كل واحد او كل مجموعة او كل طيار فيهم انه هو يكون يتولى الزعامة يقدر انه هو يوصل له التمويلات من الاموال الهدف طبعا الاموال الهدف السيطرة الهدف انه هو يأخذ مناصب او الوصول الى مناصب هو ده كان تنظيم الاخوان الارهابي بعد نهايته داخل الدولة المصرية ومش نهايته داخل الدولة المصرية فقط لكن استطاعت بعد 30 يونيو استطاعت الدول العربية او الشعوب العربية انها تقضي على مراحل على تنظيم الاخوان الارهابي داخل الدول العربية بشكل عامل هذا سبب نجدهم انه هم اتجهوا الى الخارج اتجهوا الى لندن اتجهوا الى تركيا وبعد عواصم العالم الأخرى لأنهم في الدول العربية أثبتوا وجههم القبيح أثبتوا أنهم تنظيم دموي يسعى إلى الخراب يسعى إلى الوصول للحكم على الجسس للشعوب العربية التحالف مع دول إقليمية وأجنبية من أجل تقسيم أو إعادة تقسيم منطقة الشرق الأوسط مرة أخرى وده اللي أكده عدد كبير من قادة تنظيم الإخوان الإرهابي خلال فترة حكمهم وما قبل فترة حكمهم أيضا للأسف يديد هم استطاعوا خلال سنوات من قبل عام 2011 أنهم يتغلغلوا داخل مؤسسات الدول العربية وداخل النقابات وداخل الأندية الاجتماعية والرياضية